قول يعقوب عليه السلام لبنيه ولا تيأس من رحلة فلا يأس أبدا من رحلة هذه المقولة قالها يعقوب عليه السلام بعد غياب طويل لابنيه عنه بعد غياب يوسف عنه سنوات واختفائه سنوات بعيدا عن عين يعقوب عليه السلام ثم ابتلاء يعقوب بفقدان الولد الآخر في ظاهر الأمر وهو آخ يوسف الشقيق قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلا يأس أبدا من رحمة الله ويعقوب في هذه المقولة تابع أيضا لجده الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيعقوب هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم إبراهيم عليه السلام أيضا تأخر رزقه بالذرية فلم يرزق بالذرية إلا على الكبر ولذلك لما جاءته الملائكة تبشره بإسحاق لما جاءت الملائكة تبشره قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون في مشكات واحدة ومسرب واحد شرب منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعقوب يقول لبني ولا تيأس من روح الله إنه ليأس من روح الله إلا القوم الكافرون وإبراهيم يقول ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فلا ينبغي أبدا أن نيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى ولنيأس من نغفرة الله ولنيأس من رزق الله ولنيأس من نصر الله لا يأس أبدا لأننا نعتقد تماما الاعتقاد أن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله وأن الذي بيده ملكوت كل شيء وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكن هو الله فمن ثم وقد أمرانا وقد نهانا عن اليأس نهانا فلا يأس أبدا إذا أذنبت فلا تيأس